عايزة أسأل حضرتك الأدباء والكتاب كتاب الكتاب عموما رواية مصرحية قصة قصيرة شعر نقل يعني مثلا هقول لي حضرتك توقع علي سالم مثلا في المصرحية باكارولوس في حكم الشعوب نعم قبل ستين عاما على لسان أبطاله هيجي الوقت بعد كده اللي الناس مش هتحارب حروب عسكرية لكن هتحارب عشان الأسعار والأسواق ستين عاما مش ده اللي حصل دلوقتي حضرتك بتشاوره هو بتقول الآن يحدث الآن هذه هي قيمة كاتب الكتاب فعايزة أسأل حضرتك دينا نمازج إلى أي حد دفع مؤلف الكتاب أي أن كان نوعه بالبشرية تقدما إلى الأمام لأنه بيستشرف رؤى سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية وبيتقلق يعني كل اللي حصل في تقدم الفضاء والمركبات والملابس والوصول على سطح الأمر كان مكتوبا قبلها بعشرات السنين نعم ده صحيح كان خيال محد خيال ضبط لمؤلف واعي يعتمد برضه على ما يحاول العلم أن يصل إلى أماما الحقيقة أن فيه كتاب مهرة استشرفوا المستقبل وتنبأوا بأشياء كان من الصعب أن تحدث حتى لو قرأناها في آنها دكتور مصطفى محمود مثلاً لما تحدث عن لعنة الفراعنة أين؟ ذكر بعض الأشياء عن لعنة الفراعنة تثير الانتباه وتقريباً تتحقق بالحرف الواحد أين؟ أين؟ الدكتور طاحسين يعني أنا بعتبر الدكتور طاحسين الوحيد الذي ذهب إلى الغرب وأتى بمنهج وطبقه على الأدب العربي من الجاهلية إلى العصر الحديد أين؟ وحتى كان فيه هجوم جامد يعني عليه وترفعت عليه قضايا والتهموا بالكفر وعشان الراجل بس حاب يقول طب ما تيجوا ناخد العلم الله ونشوف حيعمل لنا إيه اشتبك مع الشعراء المعاصرين اشتبك مع الدكتور إبراهيم ناجي اي اشتبك مع القضية الانتحال والشعر القديم اشتبك مع قضايا كانت شبه مسلمة اي وده يعلمنا أن الأشياء المسلمة تحتاج إلى نقاش صحيح مش كلها صحيح فعندما تقرأ لدكتور طاحسين في أفكاره الأدبية والنقدية تجد أنه سابق عصره اي كثير كثير الشيء الآخر في أعماله الإبداعية له أكثر من عمل إبداعي تجد مثلا كتب المعذبون في الأرض الحب الضائع لما تيجي تقرأ الحب الضائع للدكتور طاحسين تجد أنه تناول قضايا في منتهى الخطورة الزوجة الثانية أو الفكرة الحب الزوجة الأولى اللي بتشجع الزوجة الثانية أو مش الزوجة بقى بتشجع صديقتها على أنت خدها خرجها فالسحش كان تعمل فيلم عظيم ودي كانت زمان بقى قيمة بقى السينمائيين والمصرحيين اللي كانوا بيصروا ياخدوا أعمالهم من من الأدب الصحيح من الأدب الصحيح شوف كام فيلمه وكام مسرحية وكام مسلسل نجيب محفوظتها حسين دعاء الكروان ما ننساش حب الضائع ده فيلم عظيم رجل يا بازة سعاد حسني يعني إزاي إن الزوجة اللي بتقولها تعبانا النهاردة خدها في الصحة خدها خرجها وهي قربت زوجها لشخصية أخرى ارتبطوا معا وتحطت سعاد حسني في موقف إن هي دلوقتي مش عارفة تكمل ولا سابق لعصر في هذه الأعمال طبعا طبعا ألا بيكون نجيب محفوظ سابق لعصر طبعا أعمال كثيرة الثلاثية أم لا أذكر يعني رواية واحدة من روايات نجيب محفوظ إلا وعلى لسان البطل تحدث بكل ما يدور الآن وما سوف يكون لا نعلم عنه شيء هو تحدث عنه في مجمل أعمال كان يستشرف المستقبل ويعتمد على الخيال أحيانا نظن أن هذا الخيال مجنح لا يصد لكن مع مرور الأيام تثبت الأيام أن طه حسين أو نجيب محفوظ أو توفيه حكيم بالمناسبة عودة الوعي وعودة الروح كل ما يثار سياسيا واقتصاديا وثقافيا قيل منذ هؤلاء العظام أو الكاتب العظيم هو الذي يتنبأ ويستشرف الغيب عندنا الحقيقة في مصر كتاب يعني ترفع لهم القوامات طبعا طبعا هم كتاب العالم العربي يعني مش حن لهم الريادة آه لهم الريادة هم الرواد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر